نواكشوت معنا من نواكشوت السيد البخاري محمد مؤمل الخيبير الأمني أهل بك معنا سيد البخاري السؤال هنا في الجوانب الأمنية تحديدا سيتركز على التمويل هذه الجماعات تقدر أعدادها في منطقة دول الساحل الإفريقي بثلاثين ألف إرهابي هؤلاء الثلاثون ألفا يحتاجون إلى تمويل يحتاجون إلى طعام إلى مأوى إلى سلاح إلى تدبير وتدريب إلى ذخيرة إلى اختباء وهكذا من يمول هذه الجماعات السلام عليكم أولا لست متأكد من الرقم ثلاثين ألف في أرقام متباعدة تماما والسبب لأن المصادر كلها غير متأكدة مما تنشره أنا لدي أرقام دون ثلاثين ألف بكثير من مصادر أخرى وأيضا وجدت الرقم ثلاثين ألف بمصادر أخرى التمويل في الحقيقة في فترة معينة حتى سنتين أو أقل التمويل كان بالأساس يحصلنا على التمويل عبر الفدن التي تدفع عن الرهائن مقابل إطلاق الرهائن هذا في السنوات الأخيرة الماضية كان هو مصدر التحول إلى أنصار ومصدر التمويل الأساسي للمجموعات التي تصنف بالإرهابية أو بالجهادية أضيف إلى ذلك مصادر التمويل المرتبطة بالجريمة المنظمة التي تتعلق بالتهريب تهريب البضايا أيا كان نوعها وتهريب أيضا المخدرات وكذلك تهريب البشر ما يعرف بالهجرة غير الشرعية هذه الجماعات التي تصبح بالإرهابية أو الجهادية ضالعة فيها إلى حد كبير إما تمارسها بصورة مباشرة أو وإما تؤمن المجرمين الذين يقومون بها أما اختطاف الرهايل فهو صناعة ارتبطت بالحركات الجريمة المؤدرجة ما أسميه الجريمة المؤدرجة التي لها صبغة سياسية والتي يندرج ضمنها الإرهاب أو مسمى الجهادية اليوم نلاحظ بأن اختطاف الرهايل وطلب الفيديو انتقل إلى جماعات أخرى إجرامية ليست لها أخرى سياسية وتقايده مع الجماعات الجهادية والإرهابية لست أدري هل تترقل لسؤالكم أم لا طيب اسمح لي سيد البخاري للتوضيح من ذكر رقم الثلاثين ألفا هو الأمم المتحدة هي دراسات للأمم المتحدة قالت إن عدد الإرهابيين في دول الساحل الإفريقي ربما وصل في العامين الماضيين إلى ثلاثين ألفا بعد هروب الآلاف من سوريا ومن العراق بعد تضييق الخناق عليهم هناك إلى تلك المنطقة الرخوة للغاية أمنيا والتي تعمها الفوضى والتي يسهل عليهم فيها أن يجعلوها منصة لعمليات في المستقبل ومرة أخرى أسألك عن التمويل ألا تعتقد أن جهة إقليمية دولة إقليما أشخاصا يقومون بتوفير الدعم المالي لهذه الجماعات الإرهابية ألا يدعمهم شخص جهة أنا أظن بأن الشخص الذي يدعمهم أيا كان نوعه فهو مرتبط بما سميته الجريمة المنظمة فهو ظالع في الجريمة المنظمة أيا كانت وضيته سواء في الدولة أو غير الدولة أو تاجر إلى آخره فهو ظالع تماما في الجريمة المنظمة أنواع التهريب المختلف وكذلك فهم كل ما يحصون على مال يقومون أيضا بتبييضه فهم يمارسون في أفراد يمارسون التجارة لصالحين وتم اعتقال بعضهم في عدة بلدان أنا أظن بأن تمويلهم يعود بالأساس إلى مرجع الممارس الجريمة المنظمة التهريب بكل أنواعه وكذلك الفيديو التي تدفع مقابل تحرير الرهاي ترجمة نانسي قنقر